السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية وصفتنا اليوم من الوصفات اللذيذة الشهية اليوم راح نشوف طريقة تحضير الفروج المشوي المحشي بورق العنب بطريقة طبخ مختلفة ومميزة تابعوا الفيديو الأخير نشوف طريقة التحضير إذا تشوفوا القناة الأول مرة أتمنى تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد من سفرة آية نبدأ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدأ بتحضير ورق العنب وعندي الفروج منقوء مدة ربع ساعة بالمي والملح والخل والليمون ومخصول بشكل جيد وتركته حتى ينشف من المي تماما أبدأ بتحضير التابلة نحتاج إلى كوب شاي من لبن الزبادي وملعقة وسط من الكزبرة والفلفل الأسود والببركة وبودرة الثوم وملعقة صغيرة من القرفة في طبق عميق رح نزل تقريبا خمس ملاعق كبيرة من زيت الزيتون خمس ملاعق كبيرة من لبن الزبادي وملعقة كبيرة من معجون الطماطم ملعقة وسط من دبس لفليفلي ممكن تحطوها حارة أو باردة حسب الرغبة رح أضيف ملعقة وسط من بودرة الثوم والزنجبيل والفلفل الأسود والكزبرة وقليل من القرفة والقرنفل أما إضافة الملحة الزعيفة حسب الرغبة أخلط المكونات ممكن تضيفوا دبس الرمان أنا أضفته تقريبا عصير الليمون رح أخلط التبلة بشكل جيد وأبدأ أدهن الفروج بالتبلة حاولوا التبلوها بشكل جيد ودخلوا التبلة تحت الجلد وتبلوها بشكل جيد بطن الفروج حتى ما تبقى آثار للزنخة زيت الزيتون واللبن رح يقطي الفروج طراوة ويقطي لون شهي أثناء الشوي رح أبدأ أثقب الفروج حتى يستوى معانا بسرعة وحتى التبلة تتسرب إلى داخل اللحم هاي عندي الفروجة جاهزة وهاي ورق العنب وشرائح الليمون رح أبدأ أحشيها وأرصها بشكل جيد حتى تسع كمية أكثر وفي ملاحظة لما تجيبوا الفروج حاولوا تجيبوا حجم أكبر حتى تاخذ كمية أكثر من اليبرق أو الرز رح أبدأ أخيط أو أسكر جلد الفروج بهذا الشكل بالأعواد الخشبية حاولوا أنه تخيطوها بشكل جيد حتى ما تفتح معاكم أثناء الشوي رح أشوي الفروج بالفرن ولكن بكيس حراري رح أقصر قليل من الليمون ورح أضيف الخضار من البطاطا والطماطم والفلفل الأخضر والجزر ممكن أضيفه الكوسة أو البابنجان أو البسط هاي عندي الكيس الحراري رح نزل الخضار وأحط الفروج وأضيف ما تبقى من التبلا حاولوا أنه تغلقوا الكيس بشكل جيد عزائي واتثقبوا من الأعلى رح نحكي شوي عن الشوي يكون الفرن سافن مسبقا ويكون على أعلى درجة حرارة رح أحطه على درجة حرارة 280 في البداية نحط الصينية بالأسفل من اللاحظ أنها بلشت تستوي وتشقرت رح أرفعها على الوسط وهاي عندي الفروج جاهز ما شاء الله أحاول أنزع الكيس وأبدأ أثقبه بالسكين حتى ألاحظ أنه استوى الفروج من الداخل رح أطال الصينية وأرفعها تحت الشوايا حتى تتشقر أكثر وتاخذ اللون الذهبي ظلت بالفرن تقريبا ساعتين كيس الحراري كثير كويس بالشوي خاصة بالفرن تستوي معاكم اللحمة أو الفروج بسرعة وصفة كثير لذيذة ومميزة وسهلة التحضير ممكن تحضروها مسبقا تبلوء الفروج وتحشو وتتركو بالثلاجة ليلة كاملة أو ساعتين على الأقل في ملاحظة أعزائي بالنسبة الورق الأنب أو اليبرق ممكن ما تحطوني ممكن تطبخوه ولكن نصف استواء وكمل استواء داخل الفروج أثناء الشوي بالفرن وصفتنا خلصت لليوم ممكن أقدم جنب هاي الوصفة البطاطا المقلية طبق من سلطة الخضار والصوص الأخضر أو كريم الثوم وصفتنا خلصت لليوم ما شاء الله ريحة الفروج كثير شهية واللون ذهبي واللحمة استود تماما وصفة جدا لذيذة أنصحكم تجربوها إذا عجبتكم الوصفة عزيزي ما تنسوا اللايك للفيديو إذا تشاهدوا القناة الأول مرة أتمنى تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد من وصفاتنا تحياتي لكم من وين ما كنتم عم تتابقوني أشكركم كثير على حسن المشاهدة والمتابعة أترككم بأمان الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته